اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اتشالنج على راديو هواها بطريق خلال شهر رمضان المبارك اتشالنج النهاردة حيكون بعنوان اعتزل كل ما يؤذيك ايمانيا ودنيويا انت عارف انه الانسان مننا على فكرة بيديه انه يصنع محيطه وبيديه اكتر واكتر وبعلاقته بربه تبارك وتعالى انه يخلي دنياه جنة وهنا خليني اضرب لك اجمل مثال قرآني على التشالنج دوا اللي بيه لما تتذكروا وتحطوا نصب عينيك المثال القرآني دوا هتفهم مقصودي من التشالنج النهاردة في قصة في القرآن ربنا عز وجل سجلها لنا في محكم كتابه وبتتلقاها الاجيال المؤمنة اللي امنت بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبيظهر على فكرة في القصة ديا ان اللي بيحب ربنا عز وجل وبيعبد ربنا عز وجل ويعني مفيش في قلبه غير نية التوحيد واخلاص النية والعبادات لله تبارك وتعالى فضلا عن اعمار الدنيا ايضا بمراد الله عز وجل فان المولى تبارك وتعالى بيكرمه قصة اصحاب الكهف من اجمل القصص اللي ممكن تتدبرها في القرآن وتتخطى بها التشالنج النهاردة اعتزل ما يؤذيك ايمانيا ودنيويا ربنا عز وجل اخبرنا عن قصة اصحاب الكهف فقال ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا هنا في اخبار من الله تبارك وتعالى عن قصة اصحاب الكهف لنبيه ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحال هؤلاء الفتية فقال له ليس امرهم عجيبا يا محمد في قدرتنا وسلطاننا فان خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الايات العظيمة الدالة على قدرتنا واننا على ما نشاء قادرون ولا يعجزنا شيء في السماوات ولا في الارض ليس باعجب من اخبار اصحاب الكهف فامرهم هين للغاية عندي كل ده اخبار من المولى تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم والرقيم هنا يعني كما قال المفسرون ان ده اسم الوادي اللي كان فيه الكهف دو ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لك اعتزل كل ما يؤذيك ايمانيا ودنيويا يعني هو الشباب دول عملوا ايه ما عملوا الشيء غير انه هم امنوا بربهم وسط يعني قوم كانوا بيعبدوا يعني غير الله وكانوا مشركين بالله عز وجل فلما لجأوا الى ربهم تبارك وتعالى ربنا عز وجل رفع من شأنهم ونجاهم من الشرك والمشركين وجعل قصتهم من قصص الايمان اللي بتتلى على مر الازمان الى ان يشاء الله بان يرث الارض ومن عليها اذا النهاردة الفتية دول اللي ربنا قال في حقهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط قم لما امنوا بربهم تبارك وتعالى ولجأوا لله عز وجل ولا كانوا حتى يعرفوا ازاي ربنا حينجيهم على فكر يعني هما ما كانوش عايزين يعني يرجعوا الى قومهم مرة تانية لان قومهم كلهم شرك ومشركين فقالوا يا خلاص يعني يا رب احنا امننا بيك نجينا فلما لجأوا الى ربهم وكان عندهم ثقة بالله بالغة وتوكل على رب البرية تبارك وتعالى قوم ربنا عز وجل وراهم المخرج مع انهم خد بالك والله ما كانوا يعرفوا ربنا حينجيهم ازاي بس ربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء وهو عليه هين ان يجعل لهم مخرجا خد بالك وربنا عز وجل وعد اهل التقوى واهل كل زمان على فكرة ومكان لمن يتقوه وعدهم بكل يعني مخرج من كل بلية وكل شر ام ربنا شاء انه هو ينقلهم من زمان الى زمان ومن عصر الى عصر وضرب على اذانهم في الكهف سنين عددا وبعد ما شاء ربنا انه يبعثهم ربنا عز وجل صحاهم في عصر كان كل اهل مسلمين فسبحان من اذا اراد بك رحمة من خزائن رحمته او فضل من خزائن فضله او اراد بك احسان من خزائن احسانه رفع شأنك ابدا الابدين ورزقك الهداية والرزق والامن من اي اعداد وكل ده جاي فقط من انك انسان مؤمن بالله عز وجل ودليل ده انا قلته لك وحكرره لك تاني انهم فتيات امانوا بربهم وزدناهم هدى فالامر بسيط على فكرة اي حد مقبل على الله عز وجل شابا كان او شيخا المولى عز وجل على فكرة بيكرمه فاعتزل ما يؤذيك ايمانيا ودنيويا وكون مع ربك تبارك وتعالى احنا اتفقنا قبل كده ان اكثار الشكوى اقوى اسباب مرض القلوب واقوى اسباب ضيق الصدور واقوى اسباب اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا والله الطاقة السلبية اللي بقت منتشرة انتشار النار في الهشيم سببها على فكرة انك ما بترفع ايديك ولا بتقول يا رب سببها انك ما عندكش صبر في الضراء قبل السراء سببها انك عندك عظيم من النعم على فكرة وللأسف ما انتش باصص للنعم دي ولا بتشكرها ولو اتشكيت بشكة ابرة صغيرة تقعد تملأ الدنيا صراخ يعني الايمان شيء جميل خليك مع ربنا عز وجل اعبد ربك حتى يأتيك اليقين وفي نفس الوقت على فكرة اعمل في دنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت اليوم او غدا وعلى فكرة المعادلة دي من اروع مما نتصور كلنا يعني ايه انت النهاردة عمر دنيتك كأنك مش هتسيبها في يوم اليوم خد بكل الاسباب الممكنة في التقدم التكنولوجي والمعلوماتي والتقدم الرقمي لبلدنا الحبيب مصر مصر كالمنارة وستظل كالمنارة بابنائها الكرام وفي نفس الوقت طول ما انت قاعد تعمر دنياك اوعى تنسى انك هتقابل ربك تبارك وتعالى خلص التشالنج النهاردة واشوفكو الحلقة اللي جاية مع التشالنج جديد يا رب رمضان كريم على حضراتكم مستمعي راديو هواها بطري الكرام واشوفكو الحلقة اللي جاية على كل خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر